موسيقى عندما خط المبدع السوري حن مينا روايته القطاف كان يتحدث عن هذه الأجواء إنها أجواء العيد للفلاحين في موسم الزيتون عندما يجتمعون في كرومهم منذ ساعات الصباح لجني تعب عام كامل من العناية بالشجرة المباركة لتطرح لهم زيتونا وزيتا نقيا بمشاركة الأبناء والأحبة المعروف أن محافظة إربد تشتهر بزراعة أشجار الزيتون وتبلغ المساحة المزروعة 282 ألف دنم وتقدر إنتاج بـ 44 ألف طن من الزيت من ثمار الزيتون يتم تحويل 40 ألف طن إلى الزيت والباقي إلى التخليل وكما نقدر إنتاجنا من زيت الزيتون بحوالي 8.5 ألف طن زيت علما بأن الأشجار المزروعة تقدر بحوالي 4 مليون شجرة زيتون أجواء تشرينية لا يعرف قيمتها إلا من انغمس في هذه الأرض واتحد عرقه بترابها ولا تكتمل هذه الأجواء إلا بالعونة وهي مشاركة الجيران وأصدقاء أصحاب الحقل في حفل القطاف هذا طقوس اعتاد أهل القرى في الشمال عليها كباقي الأردنيين على امتداد مساحات الوطن خاصة وأنها طقوس لا تأتي إلا مرة واحدة كل عام زيتون السنة هي إن شاء الله وضع تمام يعني فيه على حب أكثر من السنة اللي فاتت ومحصولها بالزيت يعني كويس جدا يعني لغاية أنصرنا تقريبا يعني عصرين 160 تنكة يعني وطلعنا حوالي 300 شوال على أقل القليل تعانق يداه الأشجار وعيناه ترقب صغارا ينقشون في ذاكرتهم لوحات خضراء الأطر عنوانها الفرح والتفاؤل موسيقى